تخلت جينان عن الكثير من احتياجاتها لشهر رمضان كاللحوم فهي لم تعد بمتناول أيدي الطبقة الفقيرة وبعض من الخضار التي تعتبر مكوناً أساسياً على مائدة شهر الصوم ارتفعت أسعارها إلى 300% تستفيد جينان اليوم من مبادرة فرن الخير للحصول على ربطة خبز مجانية حتى الخبز ما عارفين لوين واصلني ربطة الخبز فيها 6 رخفة وصارت حصلة 30 ألف الله يبارك فيهم هنا عنا فرن الخير عمل بيجوا بيعطونا خبز لكل الطبقات مش عمل بميز طبقة معينة ولا كل الأديان مثل ما بيقولهم يتسع المكان لسيدات يعملن في المخبز الخيري إما تطوعاً أو مقابل بدل مالي يوفر مورد رزق لهن تتقلب كرات العجين بين الأيدي قبل أن ترقى وتخبز على الصاج يوزع المخبز بشكل يومي ما يقارب 3000 رغيف أو 300 ربطة خبز توسعنا عن إطاق أكبر صار يجينا مساعدات بلشنا بيوم وليلة ما عاش نقل ونترك المخبز صار يجينا طبق الرعاق انفيق الصبح نلاقي تحين الملح الخميري قدام الباب ما حدا يرضى من أهل الضائعة يحكي اسمه أكيد منترك شغلنا منكسر كتير على أنا شغل ببيوتنا بس أنت بتعرف أنه الوضع اليوم يعني عن ناس كله مش عن إنسان بس ومالت التاني أنه عمل خيري كمان أبصر هذا المشروع الخيري النور بمبادرة فردية وبتمويل من المغتربين من أبناء بلدة شارون وما لبث أن اتسعت هذه المبادرة لتصل المساعدات من مختلف المناطق اللبنانية نحن عنا المساعدات حتما عينية مادية ممنوعة نهائيا عينية واللي بده المشادر يجيب يتواصل هو أو يجيب النطحين أو يجيب النغاز نحن مندله على شركات نتعامل معها بصير التواصل معهم دغري تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا انعكست على واقع الأمن الغذائي في لبنان لسيما توفر القمح والطحين النقص في هذه المادة الحيوية أدى إلى أقفال عدد من المطاحن رفع الدعم عن الطحين اليوم سيزيد من احتراء هذا الأمن الغذائي لأن اللبنانيين لمعظمه بسوابه من أغلب اليوم تحت خط الفقر كما يقول صندوق النقد وبالتالي قدرتهم على شراء هذه المواد إذا توفرت سيكون أيضا معدوما لبنان مقبل على أزمة طحين وارتفاع كبير في سعر ربطة خبز لا تكفي لعائلة واحدة حسب خبراء مبادرة المخبز الخيري هذه تأتي في زمن بات فيه رب العائلة عاجز عن توفير رغيف الخبز لأولاده هي مبادرة يأمل القيمون عليها أن تعمم على كافة المناطق اللبنانية رغم الصعوبات التي تحيط بتوفير الطحين والمؤشرات التي تتحدث عن رفع الدعم عن هذه المادة الحيوية في وقت قريب سحر أرنقوت الحرة من بلدة شارون جبل لبنان